وتعالوا نشوف الحكم قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي بالإعدام شنقا على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشاريكه حسين الغربلي وكانت المحكمة قد أحالت المتهمين في الجلسة السابقة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام وانتهت المحكمة من سماع النيابة العامة ودفاع المتهمين في أربع جلسات وورد إليها تقرير الطب الشرعي بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول هذا بيان وحكم قضت به المحكمة ولا تعليق على أحكام القضاء